يعني حتى في أفسس حاح أربع الآية الأولى فانظروا كيف تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إلها في دعوة فأنت أسلك بمجبهة أسلكوا بالمحبة أسلكوا كحكماء أسلكوا كحكماء يعني كلمة حكماء دي مثلا من الحاجات التي تلفت الانتباه أنه في رسالة أفسس بس انظروا كيف تسلكون بتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء ما بيقولهمش أسلكوا بحكمة لا كحكماء يعني شوف نفسك حكيم فتتصرف كالحكيم يعني ده قلب الموضوع أخ النظار أكيد وبيشجع المؤمنين أنه أن لا تسلك كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنم تصار عندك ذهن مستنير مليان في الرب في حضور الله اعكس هذا الحضور في حياتك وعشان كده مهم جدا كل واحد بيشوفه أنت بتقول على نفسك إزاي أنت شايف نفسك إزاي في صفر الأمثال كما شعر في نفسه وحتى في الترجمات بتقول كما يرى نفسه هكذا هو يعني زي ما أنت حتشوف نفسك حتعيش كده حتشوف نفسك خاطي وضعيف قدام الخطيئة وتفضل تقول أنا ضعيف قدام النجاسة جسوات ما يزروا على الإنسان إيها هيحصد حتلاقي نفسك بتقعها شايف لا أنا أسد أنا منتصر في المسيح هتشوف نفسي بحسب مراية الكلمة وابتدي أتكلم ده تقول لي لا أنا ما أحبش أتحك على نفسي أنا أصل شخص حقيقي مع نفسي أنا ده أنا واقع في النجاسة فلازم أقول كده أقول لك لا ده ده عدم إيمان ده ده تسلوك بالجسد لأنك أنت بترفع العيان فوق كلمة الرب أنت المفروض تصدق يعني أنت مؤمن مؤمن يعني أنا مصدق حاجة حتى لو أنا مش شايفها وبعلنها على حياتي أنا بعلن أنا الكديس أنا في قمة المطي أنا في الحديد أنا في حالة صعبة جدا ابتدي اتكلم على نفسك ليقل الضعيف بطل أنا بالرب مش لما يصير بطل مش لما يشوف البطولة يبتدي يتكلم ليقل الضعيف بطل أنا بالرب هو ده المفتاح وأتكلم البطولة فالنتيجة تحصل إيه؟ أن أنا هتحول وأشوف سلوكي أو حياتي مظاهر فيها كده فعلا مظاهر البطولة مظاهر الانتصار مظاهر البر والقداسة هي اللي بتغلب في حياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر